من ضمن الاسئلة السلام عليكم عبد المحمود بيقول لي انا مقدم ثلاث سنوات على وظيفة امن في احدى البنك ومقالش اسم البنك بس ايه ما كان وحتى الان لم يرد علي احد الحقيقة انه وظيفة الامن في البنك عادة لو هتقصد الامن الاداري اللي هو بيكون امن تابع للبنك يعني العقد بيكون مكتوب في البنك وده بيبقى على حسب البنك يعني اللي بتعين عامن ودول عددهم قليل جدا في الوقت الحالي لانه اغلبية البنوك بقى بتتجه الى الشركات الاوتسورس ايه الشركات الاوتسورس دي يعني انا البنك ونقل انا بنك مصطفى هسمي نفس بنك البنك اسمه مصطفى ليه اعين اه محمود عندي اه اسطاف بانك وهو امن لا انا هجيب شركة امن متخصصة وهي اللي تتولى حراسة المبنى فبيبقى العقد مع هذه الشركة ولكن بيخدم جوا البنك ده اللي ستايل الجديد في كل البنوك وبقى بتتجه اليه فخلاص ما بقاش فيه او الموضوع بتاع اه الامن الداخل البنك اتقولي لا ده نعرف مدير الامن داخل البنك ده ده بعقده اكيد ده مدير البنك الامن او مدير قسم كزا او اه اسطاف سوبرفايزر الامن او بعض فئات الامن اللي قبلوهم او بيقبلوهم بحالات ندرة فدي من ضمن الحاجات لازم تأخذها في الاعتبار دي حالة لو حالة تانية اللي تقصد بها للشركات الاوتسورس لا قدم على شركات كتيرة وعادة دي بتقبل الناس مدام انت عندك الصفات المطلوبة وربنا يكتب لك الف الخير باستمرار وربنا معاك ولكن لا تعتمد على ان البنك هيجي في يوم ويشغلك لان الشغلانات دي خلاص بيت قليلة جدا حتى اللي بيطلع اوتسورس اللي بيطلع على المعاش بيلاقي ما بيجيبه اوتسورس او اه بيجيبه حده عادة ان الموضوع بيتم بشكل سريع مش بيجيب فرصة انه يعمله مقابلات وكده ان خلاص ما بقتش الوظيف دي بيتم الاعلان عليها داخل البنك وربنا وفقك وكتب لكل خير بأستمرار